السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم علي مير من دونة عربهم ان شاء الله النهاردة الشباب هنتعرف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نفتح حساب مطور على جوجل بلاي ستور بطريقة سهلة وبسيطة الحساب ده بيمكننا ان احنا نرفع تطبيقات خاصة بينا او خاصة باي حد تاني على الحساب الخاص بينا على جوجل بلاي وعشان نعرف ازاي ان احنا نفتح الحساب وايه هو المطلوب انتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد عشان نفتح حساب مطور على جوجل بلاي المطلوب مننا يكون معنا حساب خاص بجيميل وبطاقة ماستر كارد او ويزا كارد تحتوي على رصيد لا يقل عن خمسة وعشرين دولار ومن الافضل ان هو يكون تلاتين دولار على اساس انه سوف يتم خصم العمالة الخاصة بالمستر كارد المرتبطة بالبنك اول حاجة هنعملها ان احنا نتواجه للرابط ده ان شاء الله هنتلاقيه في صندوق الوصفة اسفل الفيديو ولو على المدونة هنتلاقيه تحت الفيديو مباشرة الصفحة ده هتفتح لنا هنا طبعا ده الحساب الرئيسي اللي احنا مسجلين بيه الدخول على ماهر وطبعا ده هيختلف من شخص الى التاني على حسب الايميل اللي انت مسجل بيه الدخول بيمكننا ان احنا نعمل بيمكننا ان احنا نسجل الحساب بايميل مختلف خالص او حتى ان احنا نعمل ايميل من اول وجديد على كارية نيو جوجل اكاونت وزي ما احنا شايفين هنا هو بيقول لك هنا اعراء الخصوصية بتاعتها وهنا لازم ان يكون معاك الخمسة وعشرين دولار بالفيزا او الخاصة بيك وهنا دي الشروط الخاصة بيه طيب نتوكل على الله ونبتدي هنا نيجي هنا كده ندوس انعلم هنا على المربع ده ندوس تأشير اللي هي اجري تمام وندوس هنا على هيفتح لنا هنا الصفحة دي زي ما احنا شفنا هنا كده بيقول لك هنا ده تسجيل واحد وهنا رسوم من تسجيل خمسة وعشرين دولار وهي طلبك هنا ان انت دخل الارقام الخاصة بالفيزا والتاريخ الانتهاء بتاعها والسي في سي كود وده بيكون موجود على ظهر الماستر كارد او الفيزا كارد الخاصة بينا هنا تحت هنا بيقول لك الاسم اللي هيزهر بيه الاسم الحساب الخاص بيك سواء هنا هيزهر على المهر او بمكاننا ان احنا نغيره زي ما احنا عاوزين كمثال هنا هنخلي المدونة بتاعتنا اللي هي عربوي تمام هنا هندخل الارقام بتاعت الفيزا او الماستر كارد اللي خاص بينا وانا هنا هستخدم الماستر كارد الخاص بي بايونير بعد ما دخلنا الارقام الخاصة بنا. ظهر لنا هنا كده. الارقام دي تحت طبعا هنا انه جايبني ان انا من مصر. هنا هيطالبني ان انا ادخل العنوان الخاص بيا. العنوان الاول هنا. والعنوان التاني لو في ليه آآ تكملها للعنوان. وهنا الولاية او هنا البوست الكود. ولو انت من مصر فيه شروحات هنتلاقي المدونة ان شاء الله ازاي ان احنا نعرف البوست الكود الخاص بنا. هندخل البيانات دي. تمام? بعد استفاق جميع البيانات زي ما احنا شفنا هنا كده. هندغط على زي ما شايفين قدامنا تحت كده الزر ده. ندوس عليه ضغطة واحدة. تمام? يقول لك تمام? وهي كده بيقول لي تمام الشباب هو كده بيقول لي ان فعلا تم الدفع. وهنا كده بيقول لي ان انا هجيل رسالة على الايميل بتمام التسجيل. هندوس هنا على الزرار ده. اللي هو زي ما احنا شفنا هنا كده. هنا بيقول لك ده الملف الشخصي الخاص بينا. زي ما احنا شفنا هنا كده او اسمه المطور. تمام? هنا الايميل الخاص بينا. الموقع. رقم التليفون. الايميل اللي هي الاعدادات الخاصة بالايميل بتاعنا. تمام هنا شباب احنا دخلنا البيانات الخاص بينا من اسمه المطور. الايميل حتى الموقع الخاص بينا. ورقم الهاتف. ورقم الهاتف هنا لازم ان احنا نعمله بالكود الدولي. اللي هو زيرو زيرو ايا كان او زائد دلالة مثلا كمصر كمثال هنا اللي هو زائد اتنين ده مصر وبعد كده رقم الهاتف وراء هنا اعدادات الاميل بيقولك ان انت ممكن يبعط لك رسالة احسينات او الاعدادات الخاصة به او زنظام تقرير للتطبيقات الخاصة بيك تمام هنقشر عليهم الاتنين وبعد كده نقولك او استمرار تسجيل تمام الشباب هو كده بيقول ان خلاص كده تم الانتهاء تمام الشباب دي لوحة التحكم الخاصة بمطورين الاندرويد على جوجل بلاي هنا لو انا عاوز ارفع تطبيق هنا لو انا عاوز استخدم الاعدادات الخاصة بالالعاب تمام يا شباب وده الجزء الاولان من الشرح ان شاء الله انت زورونا في الشرح قادم باذن الله تعالى ازاي ان احنا نرفع تطبيق على جوجل بلاي بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله ما تنسوناش يا شباب لو الفيديو عجبكم باللائك والشير والاشتراك في القناة لو دي اول مرة تشوفونا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته